السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من كناة سرشاجي ازايكم عاملين ايه? هتمنى تكونوا بخير يا رب. اه ان شاء الله ان شاء الله انا هعمل لكم زي فيديوهات كده بسيطة كده وصغيرة انكم ازاي تستخدموا الاكسل باسسرع اه باسهل طرق وفي نفس الوقت حاجات تفيدكوا في الاكسل لو انتو عايزين تعليموا في الاكسل. وهنبتدي ان شاء الله بالحاجات الابسط بعد كده الاعقد شوية بعد كده معقدة اكتر وهكذا. نبتدي الاول او اللي هي الدلتين المشهورين جدا. او اللي لا تخلم اي حاجة في الاكسل اللي لازم تستخدمها اللي هي وماينس. يعني جمع ماينس يعني طرح. ازاي تجمع وتطرح على الاكسل. اه مبدئين كده يا جماعة ان شاء الله ان شاء الله يكون الفيديوهات دي ان شاء الله مفيدة لكم وتكون ان شاء الله تفيد جمهور طبعا يعني تفيد الجمهور كله وخصوصا جمهور مكتبة ازاي الحمد ان شاء الله. اه فاتمنى ان شاء الله يكون الفيديو فيه لكم. فهنبتدي الاول في الجمع. اه وليكن بص هتلاقي على التلت هتلاقي على الخنات دي. ده ده اللون الاصفر ده هيبقى المكان اللي هيجمع فيه. المكان اللي هيجمع فيه. تمام? فهنيجي نقف عند اللون الاصفر ده وليكن احنا عايزين نجمع التلت خنات دولار. التلت خنات دولار. تمام? فهنيجي نقف اللون الاصفر ده عايزين الجامع يوصل هنا. فهنجمعهم ازاي? فيه طريقة بسيطة جدا وتقليدية اي جامعة او اي دلة بتبتديها في الاكسل اي معادلة عايز تبتديها في الاكسل لازم تدوس يساوي. لازم تدوس يساوي. او ايكول. تدوس علي ايكول. وبعد كده تعمل جامع اللي هي علامة الزائد. وبعد كده تروح عند رقم اتنين. وبعد كده تعمل جامع عند رقم اه وبعد كده تعمل جامع وبعد كده رقم تلاتة. هتلاقي بص المعادلة هي كلها بتتشرح لك ايه. اللي هي سي تو اللي هي رقم سي اهي فوق اهي. اللي هو العمود ده اسمه سي او الكولوم ده اسمه سي. وتو اللي هو رقم صف. زائد سي سري زائد سي فور. وبعد كده تدوس اوكي? كده الرقم بقى احداشرة. طب افرض مسلا خلينا الرقم ده مسلا بقى عشرة. هتبقى خمستاشر. تمام? تمام. نيجي مسلا طب دي حاجة بسيطة ده جامعة بسيطة. طب انا لو عايز اجمع معادلات كتيرة. معادلة مسلا كتيرة هتتعمل ازاي? بصوا بقى. حاجة مسلا زي دولة كده. دولة كتير دولة احنا مش هنفضل نعمل اكوال ودوس زائد وبعد كده نختار الخليل اللي بعدين. هنيجي نعمل ايه? بصوا بقى نعمل ايه? هنيجي نقف هنا كده في المكان اللي عايزين الجامعة يوصل فيه او المجموع يوصل فيه. هنيجي نقف هنا كده. وهندوس على اف اكس اللي دي. اف اكس. وبعد كده نكتف في في ده او الشرح. سم. هتزهر سم. سم اهي. ندوس على كلمة سم. تمام. نمسح اللي فوق ده كده. وبعد كده هنختار سمت اللي ايه تحت ايه. تحت اهي. وهي كده تروح دايس اهي. وتختار في النمبر. تختار تروح محدد كل ده. وبعد كده تدوس حتى بيجيب لك الناتج قبل ما تدوس اوكين. دوس اوكين. هيتلع لك الناتج سبعمائة واحد واربعين. طيب افرد مثلا خليت ده مثلا واللي يكون بدل اتناشر خليناها تلاتاشر. هيبقى سبعمائة اتنين واربعين تحت. وهكزا. تمام? ولو عايزين حاجة سريعة تعرف الزجان ايه? ايه الجامعة و ايه طرح? لو جينا زللنا على ده كله. هيزهر لك الجامعة تحت اوه. اسمه سم آآ متين اتنين واربعين. وهو فعلا متين اتنين واربعين. نيجي بقى عند الماينس. عايزين نطرح. تمام? لما نيجي نطرح هنطرح ازاي? بصوا بقى. بصوا. هنيجي دلوقتي الترح هو هو زي الجامعة اللي كان هنا. هنيجي ندوس على الاول يساوي. اي معادلة بتبتدي بيساوي. وبعد كده نروح دايس على اتناشر. وناقس. علامة الناقس اهي. تمام? وبعد كده نروح دايسين على عشر. وهكي ندوس اوكي هيتلعينا رقم اتنين. طب افرض مسلا دي لو كانت عشرين. بدل اتناشر خلينا عشرين. هيبقى عشر. وهكزا. فاتمنى اكون فتكم ان شاء الله. واتمنى يكون اه ده فيديو خفيف كده وزريف وسريع. فان شاء الله ان شاء الله اكون فتكم. وان شاء الله يعني لو في اي حاجة تاني اكتبها لي في الكومنتات. وما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك. واشتراك في القناة اللي هي قناة السرشاجي. السرشاجي. بكرا جدا ليكم. وكان معكم محمد تحسيني من قناة السرشاجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.